يعني واحدة واحدة يعني. المشهورة. طبعا المشهورة دي هي اللي خدت الجائزة الاولى في المسابقة الامج نت. الامج نت ابتدت سنة هما دروا شواء اللي هنتكلم عنهم النهاردة. الامج نت ابتدت المسابقة تلاتها في الفين وعشرة. اتاول داتا بيس كبيرة بقى في الوقت ده بالمليون زي الامج بالمليون والقراسس كان عددها الف. فاول سنتين الفين وعشة و الفين وعشة كانت شارل نتوورك عادية. اه. الفضلة البروبلم دي اه موجودة. موجودة اه. كزا سنة لان كانت لسه ما وصلناش لحل. فهنا كان الارر ريت هو زي ما انا شايفت وعني عشرين في المية خمسة عشرين في المية. فلسه فيه كتير. اول ظهور بقى للديب ليرنج كانت موجودة اول واحد اتكلم عليها في اه لو كان في اه سنة تمانية وتسعين ومن ساعتها بقى لغاية الفين واثناشر. اه. لسه ما كانش فيه اي محاولات يعني. فالفين واثناشر زهر البيبر بتاعة الالكس نت. وكانت عبارة عن تمانية ليرز فقط. فارجع تاني يستخدم الاركتكشور بتاعة لو كان. ونزل الحقيقة الارر ريت ليه ستتاشر في المية فده فرق كبير الحقيقة. الالكس نت تعتبر من اكتر البيبر سايتد في تاريخ البيبرز يعني. يعني اللي واخد المراكز الاولى البيبر بتاعة شانون. بتاعة كومنيكيشن وابتاعة داروين برضو. وبعدين الالكس نت بقت هي اكتر بيبر سايتد في التاريخ يعني. فعملت لاني بعد كده نس شرط دي في البيبر وكل واحد عمالي سايتد بيبر دي. فبقت هي اه نمرة واحد يعني رغم ان هي اول بريماتيب دي بلرنج نتفورك يعني. فدي اول المحاولات. المحاولات دي بقى طبعا هو هنا رسمها بالمنظر ده. كان عبارة عن طو باصل برا لبعض علشان. آآ لسه كاتي جي بيوز بقى مش قوية فعمل اتنين جي بيوز جميع بعض يشتغلوا برا لبعض. حتى الصورة كانت معطوعة. هي الصورة معطوعة من فوق كده. لان هي موجودة في البيبر الاصلية. دي اكتر بيبر سايتد في التاريخ. العمالة كان كيرلس درجة ان الهو بيحط الفجر كان معطوعة من فوق كده. فالرسمة دي مشهولة جدا. مهم يعني الامج كان داخل عدد الامج بتاعتك. ويتس فايت لتنسى وعشرين في التنسى وعشرين. يستخدم خمسة كونفوشنال ليير. وماكسما مفولينج. وتلاتة فولي كونكتد ليير دي لحاجات اللي احنا. وكان مستخدمنا لليارة الريلو. والحاجات دي كلها اللي كان اقيل عليها لو كان في سنة التبانية وتسعين. فهو اول واحد يستخدمها في المسابعة الحقيقية دي. وسهما قلنا استخدم اتنين جي بيوز برا لبعض علشان آآ ورام مسلا الجيجا بتاعتهم كانت قليلة. بس زي ما قلت لكم دي اول واحد يعني بقى دي بلرننج بشكل زي ما يكون عامل كده يعني. آآ وده بقى بتاع بتاع كل حاجة. فهما تمانية ليرز. بتاعتكات كالر ايميجز في ثلاثة شانل. عدد سبع عشرين في عدد سبع عشرين. هتلاقي بقى كده الهايبر براميترز الارقام بستخدمها زي هاب هازرد كده يعني عدد الفلتر 46 كان الحدف عشر. الارقة والبيد ودي حاجة اللي احنا قولناها المرة اللي فاتت. وتقدر تحسب بيها الاوبوت سايزي بعمل ازاي. فالاوبوت هنا نفس عدد الفلترز اللي هو آآ 64 والواتس في الهييت بها الاكوشن اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت ان الواتس مائنس سايزي كان لالبيzkانل البادينج على الاس اللي هو الارقة السايزي من الفلترز وين يطلع الارقة تاحها ستة وخمسين في ستة وخمسين. بعد كده الميموري اللي محتاجة في هذه اللير كانت عبارة عن عدد الشانيل في الويتس في الهايت فيطلع لك عدد الأرقام اللي محتاجة يعمل لها في ستورينج فلو كان الفروتينج بوينت يحتاج 4 بايت يبقى هو يحتاج 4 بايت قسم على 1024 يطلع لك في الآخر الميموري اللي محتاجة 784 هو في الآخر هيعمل زي بروفايل كده للحاجات دي اللي هي المحتاجة عند كل لير ميموري قد ايه كومبيتشن باور قد ايه ليرنك برابيتر قد ايه فيرسم البروفايل ده لكل لير بعدين يشوف البوتل نيك موجود فين أو فين الجزء اللي بياخد أكبر جزء من الميموري أكبر جزء من الكمبيتشن فيحاول يشغل عشان يقلل الحاجة زي كده عدد البراميترز اللي هي الليرنبول باراميترز اللي هي الصيز بتاع الفيلترز كلها أنا عندي 64 فيلتر وكل فيلتر عبارة عن الصيز بتاعه 3 في 11 في 11 ال46 دول هما 64 دول هما البياس كل فيلتر بينما ما رقم واحد بايس فيدي لك عدد الويتس أو عدد الليرنبول باراميترز اللي موجودة طبعا ممكن ييجي سؤال نظري سهل يقعد يقول لك يحسب الحاجات دي يعني عدد الفيلوتنج بوينت أوبريشن الفيلتر شوف الصيف سعى الفيلتر أيوا ممكن أسأل أنا حسر محاضرة الفيلتر لما كنا بنحسب عدد الويتس ما كناش بنحسب معهم البياس فهو مفروض يعني الستاندرد إن إحنا نحسب البياس ولا أو رغم إنه هو رقم صغير يعني إنتي ما تيجي تبص كده الرقم ده كبير جدا إنما الصح إن إنتي تحسبي معاه البياس والحقيقة يعني أي نيور نتورك عادية خالص حتى الشارع نيور نتورك كنت بتضربي ولازل تكونوا عملتوا برضو في الجزء الأولاني مع الدكتور حيزم أنا متأكد من كده كنت بتضرابه دي لو تضرابه عدد النوتز في الليير دي والليير اللي بعدها لازم بعدد النوتز اللي فيه أو الليير اللي بعدها يعني فنت لازم كل واحد يكون معاه بايس إحنا ما قلناش كده أنا عيداوت إن إحنا ما قلناش كده تستني كده نغريباً فيه حد متابع أنا أتخذت إن إنتو كانوا واحد يدخلوا كانوا نايمين بساً بس آآ نعم فيه حد بيسأله أهو أهو سانية واحدة أهو دي دي كانت في أول الليكشن خلص اللي هو لو عندك فلتر ثلاثة في خمسة في خمسة يبقى عدد الفلتر ثلاثة في خمسة في خمسة أدي سيفنتي فايف اللي هما عدد الويتس اللي في الفلتر بلاس وان بايس صح كده تماماً قدفني كنا بنحط البايس ولكن من رغم إن هو السايز بتاعه صغير بس علشان يبقى الحساب مظبوط يعني آآ آآ نرجع نتكمل بقى الفلوتينج بويت اوباريشن بقى الحية هو بيملتبلاي كل حاجة ببعض بيملتبلاي تلاتة في احداشر في احداشر فيدي لك عدد الاوباريشنز اللي الفلتر بيحسبها عند مكان واحد وعدين الفلتر بيعدي على الأماكن كلها في كل الامج فتضرب في السايز كله اللي هو سكستي فور فلتر في ففتي سكس في ففتي سكس فتريباً بيدرب الأرقام كلها ببعض يطلع عدد الفلوتينج بوينت أوباريشن فازاي موضتن لكم depressed informação من كل اللي هيحسب الأثاث حاجات고요 هل بيحتاج بيملات دي عدد الللي التاب وأفرقات الد كова عدد الفلوتينج بوينت أوباريشن قد إيه الميجا يعني وبعدين يرسم البروفايل لكل لياbringen الثلاث حاجات الدول فتبقى أنت عارف فين أكتر اللي بتاخد بيمري كتير فين أكتر اللي بتاخد برامتر كتير وهي persevering البوينت كتير لأنه هو في الآخر بالاخر هو بيبقى الهدف بتاعه انه يعمل اول حاجة يحسن الاكيروسي او يقلل الحاجات اللي قدامك دي الميموري والليرنبول براميتر وفوتينج بوينت وبريشن من غير ما يضحي بالاكيروسي هو ده الهدف طبعا هم قاعدوا من 2012 اللي هو الوقت دراجات 2015 نفسهم الاكيروسي تعلى لما عدد اللي يرزي يعلى ده كان الهدف الاساسي بعد كده ابتدوا بقى ايه واسناء ده مرضو كانوا عايزين بقى ايه يقلل له الترات ارقام دول عند كل لير يعني المهم اللي بعده الماكسمام بولينج الكيرن التراتة في ثلاثة والسترايد اتنين والبادنج زيرو فالاوبوت هيبقى عدد الاشترايد بتاع الانبوت هو نفسه عدد الاشترايد بتاع الاوبوت اللي هو سكسي فور وبينزل النص فالفكتي سكس تقسم على اثنين تبقى تونتي سبين ميموري قد ايه شو بقى اضرب سيفنتي تونتي سيفن في تونتي سيفن في عدد في عدد الفيلترز فيه اربع بايت اللي هو ان كل فلوتنج بوينت محتاج اربع بايت تعالى الف اربع ورشين عشان يطلع له الصيز بالكيلو بايت عدد الماكسمام بولينج مافيهاش بتتعامل ملهاش براميتر ملهاش نلعنبول براميتر انا بنعيد الكلام بتعليك شريفات على فكس عدد الفلوتنج بوينت اوباريشن بيدرب الاوبوت اللي طالع اللي هو تونتي سيفن في سيفن في سيفن في السايز بتاع الماكسمام بولينج اللي هو ثلاثة في ثلاثة يطلع عدد الفلوتنج بوينت اوباريشن وبيطلع رقم صغير جدا يعني بالمقرنب اللي قبله اللي قبله 73 فلوتنج بوينت إنما دي اوباريشن تيكس اولموس يعني نو تايم فالرقم حتى سايبه زيرو محطش بوينت سري ملوش لازم بقيت حط يعني اللي بعد بقى حط الارقام كلها عيشو حياتكو عوضو حسبوها كده وتأكدنك بتغير تحسبها وترك ممكن يجي سؤال نظر يسهل يقول لك يحسب الارقام اللي هو الدامج في الاخر خالص الاخر خالص الاوبت هيبقى عدد الفلتر 256 فيه سباتشل سايد 6 في 6 لغير دلوقتي هو 2 ديمانش اوفري في الاخر الارقام دي كلها اللي هي 256 في 6 في 6 هي فيها الفيتشورز اللي عايز يطلحها اللي احنا كنا بنطلحها في الترادشنال ماشين ليرنج من الاول كنا بنطلع الفيتشورز دي وندخلها از وان ديمانشن للشارل فالجديد المفروض انه عمل شوية الليرز دي هوفري تطلع هي الفيتشورز فبعد كده هيعمل فلاتن بقى يحولها من 2 ديمانشن ل1 ديمانشن بيحول ال 256 في 6 في 6 يحولها ل1 ديمانشن يطلع بتاعها الرقم اللي قدامك ده 9216 هياخد الكلام ده ويعمل بيك كلاسيفاير يعني هو احنا دايما في الترادشنال ماشين ليرنج كان فيه جزء في الاول اللي هو الفيتشور اكستركشن اللي كنا بنعمله بايدنا اللي هو ينظره دلوقتي هذا الجزء وبعد كده الجزء اللي بعد كده هيبقى الشارل اللي بيتعامل عادي اللي كنا بنعملها عادي فهو سأعمل لاختصر بعد كده ها have H까D Fully Connected Layer وده عدد اللي في هيدن وده اخر حاجة اللي ابوت لماذا اللي هي الف فالجزء ده بيمثل ال zrobić العادية خالص وبيحسب برضو الميموري والبراميتر والفروتي نفس الكلام المحسوب هنا ها ممكن انت تحسبه يعني طبعا السؤال هنا هو حسب منين هذه البرامتر فالإجابة هي قاعد يجرب حاجات كتير ويعمل تريني لقد ما قدر يوصل ل الار اللي احنا وصلنا له اللي هو كان 16% وده كان رقم كبير لأنه أقل حوالي 10% عن السنة اللي قابلها بس ما فيش أي ديزاين يقول قاعد راح يسيب الكلام ده ازاي طبعا هنا عدد البرامتر كتير يمكن التريند الوحيد أنه كان بيحافظ على التنسر سايز يعني في الأول كانت الامج 227 في 227 في 3 وهو لما نزل الـ 56 في 56 خلى عدد الفلترز كبير بحيث لما يضرب 3 في 227 في 227 يطلعوا نفس الرقم لما يضرب 64 في 56 في 56 فطيما الرقم ده وهو بيزيد الرقم ده هو نازل تحت عمال يزيد كان الـ بيقل بحيث لما يضرب الحاجات دي كلها دي يطلع الـ اللي هو الفلتر في الـ يطلع تقريبا نفس الرقم ثابت ده كانت الحاجة التريند اللي كان بيحافظ علينا برضو ما فيش أي حاجة تقول لأرقام دي تيجي ازاي غير بالـ ده عملية متائبة لأنه عدد الفلترز كتير جدا عملية عدد الـ كتير انه يقعد يجربهم لأنه كمان في عدد اللي يارز ده يعتبر هايبر براميتر برضو فكان دايما هيبقى صعب ازاي بيزبط الحاجات دي غير بالـ كتير يعني دي برضو كانت حاجة مهمة يبص عليها ثلاثة أرقام اللي قلنا عليها غير الأكيروسي اللي لازم يشتغل طبعا ما ده الهدف من الـ إنما برضو الثلاثة أرقام دول الميموري وعدد البراميترز والفروتينج بوينت أوبريشنز فيه كل ليرز من دول مش أوفر أول لما تيجي كده تستخدم أي لايبري بايتورش ولا تنسل فلو بيكتب لك الليرز حاجة اللايبري بتحسبها لما تعمل الموديل بتاعك وتقول له موديل دوت سامري وعمل لك جدول كده البيتورش بيعملها جدول التنسل فلو بيعملها على شكل دايجرايم كده فيه بلوكس مستبروف اللي انت جربت الحاجات دي خلاصة فالأخر خالص بيدي لك الـ overall memory needed الـ overall learnable parameters رقم واحد كده للناتورك كلها يعني إنما ده لا ده هنا الاناليسز ده بيعمل الرقم التلات أرقام دول لكل لير فده حاجة كاناليسز رسم التلات حاجة اللي قلنا عليها اللي هي memory needed وعدد الليرنable parameters وعدد الفلوتنج بوينت أوبريشن أو المليون فلوتنج بوينت أوبريشن لكل لير من التمانية الخامسة configuration والتلاتة fully connect فقالا بابص هنا عشان نشوف الرقم الكبير موجود فين فالميموري هيلاقي محتاجها هنا في الجزء ده كبير إن هو الصيز بيفضل يقل لكل شوية فالأرقام بتقل فميك سنس إن الميموري نيدت بتقل بالمنظر ده عدد الـ parameters هنا ما كانش كبير وهنا عالي جدا السبب في كده إن كان فيه shared weights يعني يعني conventional layer عندك مثلا عشرة فلتر زي ماشي بس كل فلتر لي weights واحدة بس ما تتغيرش ما تتغيرش حسب المكان يعني هو الفلتر في الآخر ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يبقى 27 value وخلاص على كده ده السبب ليه learnable parameters في conventional layers عادتها قليل بسبب sharing weights الفلتر لي parameters آه صحيح يعني learnable parameters عملها تتغير أسناء الترينيج بس في الآخر الفلتر لي parameters واحدة في أي لحظة وخلاص غير fully connected fully connected بيتحسب إزاي اضرب بقى عدد ال layers اللي في ال في كل واحدة من دي في اللي بعدها ويجمع عليها البيس البيس ده رقم صغير بس يطلع رقم كبير فده كان 9000 وحاجة ودي كانت 4000 وحاجة ودي 1000 فقد ربقى 9000 وحاجة في 4000 وحاجة بلس 4000 وحاجة في الالف غير البيس لو رقم صغير يطلع من هنا ان الليل نابل براميتر عددها كبير والfloating point operation ماشي تقريبا زي الأرقام الميموري نيدي دي يعني يبقى لو فيه واحد عايز يتارجت ممكن يتارجت ازاي يقلل البراميتر عشان يتارجت الحكاية دي او ازاي يقلل الأرقام في 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 الconvolutional layers عشان يقلل الميموري نيديد والfloating point operation ده كان 2012 الالكس نت اللي كانت 8 layers وعملت جامد الحقيقة في الارر في حوالي 10% والترك the most cited paper في التاريخ مش في الكمبيوتر بس في تاريخ كل الpaper زي طبعا الصيتيشن هو الحاجة اللي الناس بتقيس بيها يعني انتوا طالبة مثلا ايه 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 الحاجة اللي لاقيسك بيها هاتش باقي يقولي اللي ده مخفيف الطالب النبي الطالب كله كلام فار انت في الاخر بالنسبالي رقم واحد وهو ال جي بي ايه ال جي بي ايه بالنسبالي هو بيحدد الطالب اللي قدام يدعمل زي برضو ال researchers وتكاتلة الجامعة برضو بيحددهم رقم واحد اللي هو ال H index اللي هو عدد ال citations انت عامل مثلا meet paper طب شاطر فيك مواحد عمل citation للشغل بتاعك فالنسبالي ما انت افتخر انا ال H index تايا عشرة انا عشرين انا تلاتين انا ميجا اي حد يتكلم مثلا دكتور مثلا في اي حتة دكتور جاي زي رلينة اي او مدور عليه على طول على جوجل سكولر عشان يشوف ال H index بتاعه ازاي عشان اعرف احترم ولا مش احترم بصراح حاجة ده من الاخر يعني فهو في الاخر الرقم اللي بيميزهم هو ال H index سلاقي بقى الناس اللي عاديين برا شغلين لين ونهار في ال research 70-80 مثلا H index 100 وحاجة 200 وحاجة فانا ما نقول زي موس سايت بيبر في التاريخ ده معناها ان ده اكتر نجاح طبعا بيدخل فيها فاكتورز تانية يعني 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 ممكن تبقى بيبر بسيطة زي دي الالكس نيدي بيبر بسيطة جدا بقى دي فيها طريقة شغلة اعظم واقوى بس في الاخر طبعا عشان كان في الاول الناس عملت فجاب رقم كان من فترة 50 الف بتاعه اللي بيبر دي ما عارفش دلوقتي يوصل كام يعني فالمهم يعني دي البداية ودائما البداية هي اصعب حاجة السنة اللي بعدها ما كانش فيه كنتروبيشن كتير فال2013 ما عارفش الاسم ده اسمه مش مش مشهور يعني الراجل ما عملش اي كنتروبيشن جديد غير انه خد النتورك بتاعة الالكس نت وفضل يعمل فاين تيونين كتير ما هو البرامتر جايبها ترايلاند ايرر فالاخ ده لا قالك نما انا روامت ترايلاند ايرر كتير ممكن انزل وده حصل فعلا استخدم نفس الاركتكتر بس عمل فاين تيونين وكمل ليرنج كتير فنزل بالأيرر النازلة جانب ده برضو الحقيقة يعني الأيرر من 16 ل11 لا ده فرق كبير الحقيقة فرق 5% ده فرق كبير فهو انا بسميهم حتى ابيجر الالكس نت امج نت طبعا الاركام دي الطوب 5 ايرر يعني ان انت عارف تجيب الكلاس الصح فأعلى 5 ايش اول واحد ولو طوب 1 كان الالكس نت عدى عن كده كمان زي ما انت شايف يعني هو الالكس نت ولكن غير شوية برامتر زي ما انت شايف ترايلاند ايرر بقى اهو مور ترايلاند ايرر بس كده واستخدم في الاركام دي بدل دي ايش جاستفيكيشن ولا حاج ولا جاستفيكيشن ولا حاج هي ترايلاند ايرر بس جابت فرق كبير زي ما انت شايف كده يعني بعد كده في السنة اللي بعدها 2014 طبعا الترند اللي الناس كتبت تسمي الانتورك باسم الشخص اللي عملها الالكس نت علشان الشخص اللي عملها كان اسمه الالكس لونت سنة الثمانية رسعين باسمها لونت في 2014 الفي ج جي استخدمت ودي جاية ده اسم اللاب بقى اساس رماند راجل مشهور عنده لاب اسمه وليه كتاب بالاسم ده برضو في اكسفورد ولا فين مش فاكر فالمهم يعني في اكسفورد اعتقد ولا كيمبرج ده اكسفورد بالتقيقة يعني فالمهم يعني حتى في انجلترا ايه الجديد هنا الحاجة المميزة انه طلع بعدد الليرز من 8 ل19 ده فرق كبير والأرر قال من 11 ل7 ده ورضو فرق كبير الحقيقة في حاجات هنا وحتى مش مشروحة هنا وحتى مش متقلق في البيبر انه ما كانش عارف يعمل ترينيج لل19 اللير على بعض كان لازم يلف ويدور كده يعمل شوية حاجات كده اد هوك يعني مثلا يعمل اول ترينيج لنصهم نص عدد الليرز وبعدين ياخد يزود عدد الليرز للضعف ويكمل ترينيج حاجة زي كده ما كانش عارف يعمل ترينيج اليوم كلهم من اول للاخر ايه السبب هنشوف دلوقت يعني بس ده هنا بيقولك ان فيه صعوبة انك تزود عدد الليرز طبعا التريند اللي كانت كل الناس بتحلم به ان انا كلما زود اللير كلما نتورك تفهو اقوى كلما يطلع نتائج احسن ابتدى المميزات في الفيديو جي الحقيقة ده الفيديو جي سكستين سكستين طبعا رقم ده رقم اللير سكستين لير وتسعتاشر لير اقصى حاجة الحاجة الجديدة لعملها انه ابتدى يحط ديزاين جايدلاين يعني يعني ايه بلاش تمشي اي ارقام فلتر تلاتة في تلاتة خمسة في خمسة بقى في ساعة بلاش الارقام تبقى كده فقالك لأ خلي كل تلاتة في تلاتة وسترايد واحد وبادنج واحد طب لو انا عايز فلتر اكبر قالك حطهم وراء بعض بص كده للبلوكات الورانج دي فيه اتنين وراء تلاتة في تلاتة وفيه اتنين وراء بعض همو فيه تلاتة واربعة تلاتة في تلاتة فده اكويفلنت لي انك تعمل فلتر اكبر شوية الماكس من بولنج كلها اتنين في اتنين سترايد تو على اعتبار ما فيش داعي تزود الوريشنز الكتيرة دي يبقى اول الوريشنز يبقى عدد الليرز بعد كل بولنج اعمل عدد لشانل اشوف كده سكستي فور بعدين بعد البولنج ده مية تمانية وعشرين بعد البولنج ده مية تمانية وخمسين بعد البولنج ده خبس ومية وتاشر وهكذا ال وده الترند اللي كان موجود قبل كده اللي هو زود الاتشانل طول ما النسبة عمالي بس هو انا ما خلاشت زود الاتشانل وخلاص خلاها تمشي بترند اللي هو دابل الاتشانل فدي حاجة كويسة تريح بدلا ما يبقى عندك هايبر برامترز كتيرا مش عارف تجربهم ازاي ودي الستيج ماذا اللي عملها مت barrier ده عدد اللي يرز في ال BLG 60 و 19 اول تلاتة سيج ماذا 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 بلوكا سيج اربعة وخمسة او يخليهم اربعة ده الفرق ما بين و في الاخر ال نزل ونزل جامت كمان عشان يوصل لسبعة في المية إنه ما ظلت المشكلة موجودة وهي مش عارفين يعمله training يعني مش عارفين يعمله training يعني لو تعرف طبعا training كان بيتم إنه هو بيحط الحاجة في input تمشي لغاية فوق تطلع output الأوبوت ده يعمله compare مع الأوبوت اللي المفروض يطلع الفرق بينهم هو error error ده يرجع به gradient عشان يزبط الweight فgradient هو راجع ما كانش بيكمل كان بيموت في النص لما بيموت في النص الweight بعد كده ما بتتغيرش يعني هو يقعد يبص على الweight كده اللي هي بعد شوية وهي راجع كده بتعدل الweight الweight ما بتتغيرش ده معناها إن gradient بيموت قطعما gradient بيموت اللي هو يبقى الweight مش هتتغير يبقى ما فيش training بيحصل زي إنت كده لو إنت بتروح كل يوم الشغل بتعمل نفس الكلام بالزبط ما فيش أي تغير في الشغل يبقى أنت ما بتتعلمش حاجة الناس بتتعلم لما طبيعة الشغل تختلف هنا برضو بتده يفكر في حاجة تانية قال لك عايز أعمل two options وهيقارن عدد لكل option من دول فقال لك إيه لو أنا عايز أعمل filter خمسة في خمسة خلي بالك هنا مش مستخدم خمسة في خمسة فoption 1 ده مش هيستخدم حيث عدد هو نفسه عدد هو c الoption التاني لا بدل ما يستخدم filter 1 خمسة في خمسة هيستخدم اتنين filter وراء بعض كل واحد فيهم ثلاثة وثلاثة وعدد اللي تشاني لوحدة المفروض ده يدي نفس التأثير ليه؟ لأن receptive field هيبقى واحد في الحالتين بتاع option 1 وoption 2 يعني option 1 وoption 2 equivalent البعض في حالة receptive field ففي receptive field اتشرحنا المرة اللي فاتت أنا لسه ما لسه الليكشرة اللي فاتت قدام ايما ما ساحتاج اهو ممكن اجيبها ثانية واحدة خليك معايا اه دي الاخر receptive field اه دي receptive field او one plus ال L اللي هو عدد فيه k minus وانا حسو k وال filter size فعايز يحسب ال equation دي مرتين مرة تبقى ال L بواحد وk بخمسة مرة تبقى ال L باثنين وk بثلاثة هيتلعوا الاتنين equivalent البعض عشان كده هو بيقول هنا ال comment اللي قدامكو ده ان ان الاتنين filter 3 في 3 لنفس receptive field لو استخدمت filter 1 خمسة في 5 طب ايه الفرق بالاتنين الفرق في الرقمين اللي بيحسبهم في الاخر عدد الليرنبل بارامتر وعدد ال floating point operation عدد الليرنبل بارامتر في ال option التاني اقل وعدد floating point operation في ال option التاني برضو اقل فده يكسب يبقى option واحد وoption اثنين both have the same receptive field فممكن نقول من وجهة نظر receptive field are equivalent however عدد الليرنبل بارامتر و floating point operation اقل في ال option اثنين عن option one اذا ال option واحد اللي هو فلتر واحد خمسة في خمسة و option اثنين اللي هم اثنين فلتر واحد خمسة في تلاتة في تلاتة are equivalent in terms of receptive field however option two has لزا number of level parameter ولزا floating point operation وده بيخليه option كويس ان احنا اخطوه عشان كده تبص هنا في الدزاين ده ليه مستخدم تلاتة في تلاتة وارب بعض ليه ما شالهمش وحطه ليه ما شالش دول وحط بدلهم خمسة في خمسة ليه ما شالش دول وحط بدلهم واحد سبعة في سبعة مثلا علشان يستخدم الدزاين اللي هو عامل قدامك ده حافظ على receptive field انما يستخدم عدد اقل من الليرنابول parameter والفلوتينج point operation طبعا اخو اعملوا اللي ممكن نعمل القرص قبل ما انسى بس لغاية ما لقدان ما يخبص ماشا يا جماعة طبعا اعملوا دكتور طبعا احنا كده عاملوا ويا طبعا طبعا اعملوا دكتور اعملوا دكتور اشتركوا في القناة 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 يخلي عدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحاجة ما هو ده اللي كان موجود في اللي كان موجود في في اللونت دي جوجل اللونت وفيه لشوف الارقام الفرق بينها واضح طبعا ان البروك بتاع الارقام هنا اقلب كتير جدا من البروك بتاع الارقام هنا دي نمرأ احنا قلنا نمرأ كام؟ نمرأ تلاتة ده كان نمرأ تلاتة ده نمرأ اربعة الحاجات اللي عملها هي جميلة مش هكين يخلوها وهي كل ما بيزود عدد الليرز دكتور ده نعم 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن قلنا اللي بيحصل إن انت بتحط الانبوت هنا ويمشي من الانبوت لغاية الاوبوت ده يطلع الاوبوت هنا الاوبوت يقارنوا على الاوبوت اللي المفروض يطلع ما بيطلعش هو هو طبعا فالفرق بينهم بين الارر الارر ده هو الانبوت يرجع الانبوت هو راجع بيعدل الويتس دي مشكلة اسمها الفانيشين جريديينت إن الجريديينت بيموت وهو ماشي البس طويل بقى كان ده ما كانش وجوده في الشعب في عشرين لاير الجريديينت كان بيموت فكانت الناس بتفضل تتحيل على الكلام ده بكذا حاجة مثلا في البيجيزيم الكلام اللي ما ونعوش إنه هو ما كانش بيعمل ترينيج لهم كلهم كان بيحط نصهم وبعدا بيعمل ترينيج في النص يقوم يزود اللييرز التانية حل كده هنا مثلا الحل اللي عمله إنه عمل ما يسمى بال تعارفين كده لما تعيس تبعط سيجنال زي بتاعة الموبايل مش هتوصل لكل الموبايل فبيعمل إيه؟ بيعمل محطات تقوية مش كده محطات تقوية تقوي السيجنال ويتريسين دي مرة كمان آه دي هو ده اللي كان بيعمله اللي هي البلوكات اللي عملها على جنبي دي دي بتقوم بمحل محطات التقوية تقوي الجريديينت وتزوده وتعمله ضخ مرة تانية فكده الجريديينت يقدر يكمل من الأوبوت لغاية الآخر خالص فده بيقولك يعني حاجة كده يعني حل كده ملتوي لفف شوية إنه كان بيستخدم عند نقطة معينة اللي هي نقطة تقوية في النتورك علشان يزود الجريديينت ويعرف يخليه يكمل طبعا الكلام ده كان يعني الحاجات اللي قبل كده اللي هي الحاجات دي ما زالت بتستخدم لغاية دلوقتي إنما ما بيستخدمش لإنه هيظهر بعد كده ما يسمى بالباتش نورماليزيشن إحنا شرحنا الباتش نورماليزيشن ده اللي ما شرحناه شرحناه آه أنا فاكر شرحناه شرحناه مش كده فهو ده الباتش نورماليزيشن ظهر بعد في 2015 أو بعد 2015 التواريخ اللي في مهمة اللي هو الحاجة دي طلعت إمتى فالباتش نورماليزيشن ده طلع بعد كده في 2015 او بعد كده. انما دي كانت لسه. احنا كنا بنتكلم هنا على الفين واربعتاشر. فالحل ده كان حل كويس وقتاني ما بيستخدمش خلاص يعني. فطبعا كلمة باتش هنا واضح واضح الفرق ايه? ان بيقول ان احنا ما بيموت. فانا ما عملت باتش يعني ايه يعني 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 الارقام الكبيرة يصغرها والارقام الصغيرة يكبرها. ما ما بيسمحش ان الارقام انها هتموت. وده الفرق ببساطة شديدة. لان الباتش نورماليزيشن مالوش بروف رياضي. يقول بالسبب الباتش نورماليزيشن في ان النتورك هتستطيع ان هي يحصل لها. ما فيش الكلام ده. انما هو حل كده اثبت نجاحه. او واضح جدا. ايه مشكلة ان بيفضل يقل يقل لغاية ما يموت. انما لو انت بتعمل نورماليزيشن للارقام اللي عندك. فالنورماليزيشن بيمنع. لان انت بتنورماليزي الارقام. فالارقام الكبيرة بتصغر والارقام الصغيرة بتكبر. ما بيسمحش الارقام انها هتموت. ببساطة شديدة جدا. وهو الحل اصلا جاي بالسنس كده. ما يمالوش زي ما تقولك بروف رياضي. فميك سنس ليه الباتش نورماليزيشن يقوم مقام اللي كان كلما الجريدينت يموت يقوي ويزوده يعني. خلاص خلصنا سنة الفين واربعتاشر. نيجي بقى لالفين وخمستاشر. نيجي الوحش. تلعب جيمز كده يطلع لك الوحش في اخر الليبل. ده اخر الليبل بتاعك. اللي هو الريزنت. ما بقاش حتى دلوقتي يتسمى قلنا نتورك الزمان كبت تتسمى الاول باسم الشخص اللي عملها. زي اللونت والالكس نت. بعد شوية بقت باسم المكان الريسيرش لاب او الشركة اللي هي زي في جي جي لاب في جي جي او الشركة جوجل. بعد كده بقيت تسمى النتورك بيه اهم فيتشر فيها. فالريزنت مسميها كده لاني فيها الريزيديوار نتورك. فالريزيديوار دي تسميت باسم الفيتشرز اللي فيها يعني. بص بقى معي كده اولا الارر نزل وده فرق كبير جدا. متحص ما تبصش للفرق كابسوليوت فاليو. بص كنسبة. الارر اللي هو كان 6.7 نزل ل3.6 ده كده نزل النص. بص بقى لو خدت بالك عدد الليرز فيها عمل ازاي. الناس كنت بتكلم الراوند العشرين وبتستراجل وتعبانة. الراقم طلع نط المية حقيقة بخمسين. ده فرق كبير جدا حقيقة. وتحققت المعدلة اللي كانت صعبة اللي هي ان انا ازود الليرز قوي فالنتورك تتحسن. ده الترند اللي كان النفسهم يعملوه. فتقدر تعتبر قبل 2015 ده العصور المظلمة للديب ليرنج. وبعد 2015 هي العصور عصر النهضة للديب ليرنج. يعني هتشوف دلوقتي ان هو الريز نت دي دخلت. دي قدامك دي النتائج بتاعة الامج نت. لما هو في السنة دي دخل كل المسابقات التانية واكتسحها خد المركز الاول. وبفرق ممكن كبير عن المركز التاني. هو مش مجرد نجح في الامج نت وخلاص ده. نجح في كل حاجة يعني. طيب تعالوا بص كده المشكلة هي ان مش عارف يعمل ترينج لما عدد اللي هي رزيدة عن عشرة. مش عارف يعمل ترينج. لما الموديل يجوه ديبر يعني فيه بعدد من اللي هي رزيدة طويل يعني يقدي لنتائج اوحش. وده ده ميك سنسة حقيقة. الموديل كل ما يجبر المفروض يبقى نتائجه افضل. فيه ناس يقول لك مالمشكلة دي موجودة زمان. لو انا عندي شارل نيور نتورك. امبوت. هيدن اوبوت. فلو معنا ان الموديل قوي جدا. فبيحفظ الترينج داتا ده اسم اوفرفيتنج. ستجربوا عهداتك دي دالى هي في التيستي تتلاقي calves انتتاع وحش. ده الاوفرفيتنج. هويفر هويفر اamusر الوضع دلوقتي هنا مختلف. الوضع اننا ما كنت بزود عدد الايرز. الاكينيروس كانت بتقل في الترينيج وفي التيستينج. اللي تتنمع بعض. ازن المشكلة التي عندنا دلوقتي في الديب ليرنج ليست مشكلة الاوفرفيتنج الأديبة هنا التريند إن كل الليرز ما تكبر كل ما الأكيروسي بتقل في الترينيج وفي التستينج فدي مشكلة طبعا هو هنا الجميل في الموضوع إنه بيعمل أناليسيس لسبب المشكلة هروا عارف يحدد سبب المشكلة كويس هيعرف يبروبوز الحل ده هيبقى الموتيفيشن للحل وده بنتطلبه من الناس اللي بتعمل باجي السير ودكتوراه وحاجات زي يبضل يشتغل ويعمل نتورك ويعمل شغل وفي الآخر يطلع السليوشن معرفش تسعين في المية وخلاص على كده هو كده خلال شغل ده ما ينفعش ده هو شغل هيبدأ قص على العشرة في المية بتفلي ويعمل أناليسيس وحاول تقول لي إيه الأسباب التي أدت إلى هذا الإيرو ده شيء صعب الحقيقة إسرائيل في يحدده يحدد المشاكل هيكون ده أنه يحلها ويحسن السيستين بدلا ما يفضل شغال فالأناليسيس ده كان أناليسيس كويس فهذا يحطي إيده عن المشكلة إيه المشكلة فأنا بيقول لك هو يعني عدد من اللير كتير يعني لو عندي موديل مسلا في عشرة لير وبيحقق أكيروسي مسلا تسعين في المية لو خدت العشرة لير الزول وحطت جواهم عشرة لير كمان عشرين يبقى عشرين لير المفروض الموديل ما يبقاش أسوأ يعني لو بيدي تسعين في المية أكيروسي مسلا تفضل تسعين في المية ما يقلش لا هنا كان بيقل هنا ده معناه أنه هو الموديل غير قادر أنه هو يتعلم الايدنتيتي فانكشن مصبعا هنا هو بيحدد المشكلة إزاي أن الديبر موديل يعني معدد اللير زي زيد هاردد توقت مايز انتين بارتكيلر دونت ديرن ايدنتيتي فانكشن ما هو لو أنا عندي عشرة لير كانوا بيدي أكيروسي مسلا تسعين في المية فلما زود عشرة جواهم لو الموديل قادر أنه يتعلم الايدنتيتي فانكشن هيخلي العشرة زيادة ايدنتيتي فانكشن كما لو كانوا مش موجدين وبالتالي البرفورمانس مايقلس مايقلش فأنا عايز دلوقتي أخلي الموديل عنده القدرة إنه يتعلم ما يسمى بالأيدنتيتي فانكشن فأهو عايزين نتشينج النتورك فأهو عايزين نتشينج النتورك هو ده السليوشان بتاعه العشمال ده لو كاب意思 البلين بلوك ده كان البلولك العادي وانت ماشي كده في النص بتلاقي input اللي هو X يخش على convolution وفيه طبعا لازم يكون فيه activation function احنا عارفين طبعا ما كنتش محتاجة اقول الكلام ده ما ينفعش بها فيه 2 confusion اللي هي ورا بعض. احنا فاهمين انه فيه non linear function في النص بينه زي الريلو كده لان ما يقول اتنين ممكن يدمجوا بحاجة واحدة. فاللي على الشمال ده البلوك العادي اللي احنا عارفين. داخل لك input X على confusion اللي هي. بعدين فيه activation function في النص اللي هي ده اللي احنا عارفينه. اهو المودل ده غير قادر على تعلم الidentity function فالحل هو انه هيشير البلوك ده ما هو deep network عبارة عن repeated blocks البلوك العادي شمال ده هيشيره ويحط residue والبلوك اللي على اليمين ده عمل ايه؟ عمل adding لي الشرط قاتل اللي هو عامله ده يعني هو contribution كله احدى صورة في هي حتة الشرط قاتل اللي عامله على اليمين ده حتة البتاع دي بقى ازا كبتا فالشكل ده بقى عامل ازاي؟ بقى الoutput بي f of x plus x المودل ده قادر على تعلم الidentity يعني ممكن يخلي الويتس بتاعت الconfinition دي بصفار فيصبح الoutput x والinput x وهي دي الidentity function اللي عنده القدرة على ان هو يتعلمها فاثناء الترينيج لو انت محتاج ان البلوك اللي على اليمين ده يتعلم الidentity function هتلاقي الويتس بتاعت الconfinition دي gradient اللي راجع عندكم مسألة كده في الميت ترمي مش كده؟ كده ولا مش كده؟ فهي الفكرة في gradient اللي راجع ده انتو خدتوا شورت قط بيحسب الgradient ده يعني مثل حساب الgradient ده انه بيتحسب بيتحسب step step يعني وليه شورت قط بفوت كونه عارفينه مش طاط عمل لها كل بشوية لوحدك يعني يعني مثلا لو لاه هو راجع operation productgruntsượng superstition كان بيكابي while gradient في الTOzym يدخل عليهم الaddition ده maximum كان ال folks быть configuration وكل رائعatted البرانش للكيمة الكبيرة وزيروا في البرانش التاني multiplied by god can be multiply الاموت العكسي في ال博has فاكرين كده ولا مش فاكرين الكلام ده؟ فتعنا بص على البلوك اللي على اليمين ده لو فيه جريديانت راجع من تحت الفوق ده ومن فوق اللي تحت ده الجريديانت فلما الجريديانت يبقى راجع كده وaccording للشورتقات اللي انتوا عارفينه دي بلاس كان بيحصل ايه للجريديانت كان بيحصل له كابي هنا وهنا فلو حصل والجريديانت حصل له فانشين جريديانت هنا ومات ما زال الجريديانت ده بيرجع هنا ويقدر يكمل مرة تانية يعني المشكلة دلوقتي ممكن انه لها بطريقتين طريقة ان الموضل غير قادر على تعلم الـ Identity Function وقالنا زي البلوك اللي على المين ده بيحلها ممكن نقول نفس المشكلة في الفانشين جريديانت انه لما عمل الشورتقات ده ادى فرصة للجريديانت لو هيموت هنا انه يعرف يرجع في الشورتقات ده ويكمل في بقية النتورك اللي ننازل وهو ماشي بعد كده بيخصار شديد ازاي الشورتقات ده قدر يخل كل المشاكل ده راكتك يعني بقى الـ Result بتاعته عاملة ازاي اهو بيقول لك اوقف ويست Z to zero اللي هي البرامتر بتاعت الـ Conferential دول to zero يعني حط دول بزيرو هيصبح الـ F of X ده بزيرو فيبقى الـ Output X هو X وهي دي الـ Identity Function اللي بيقول عليها دي بقى نعم انا مش فاهمة يعني الـ Identity Function ده الـ Input يعني ولا ده بقى حاجة دانية دي مرسومة قدامك دي يعني هنا دي كلها بص ادي استيج اهي ادي استيج اهي ادي استيج اهي احنا بنتكلم على استيج من Layers اخلي بك الـ Result net دي وصلت 150 Layers عدد الاستيج كثيرة جدا فالاستيج هو بيكلم عن الاستيج or network is divided into stages فاللي مرسومه قدامك دي just one stage هو عايز الاستيج دي مش طبعا مش كلهما يكونوا identity طبعا ما لو كلهما identity بقى الـ Input اللي داخل خالص هو نفسه الـ Input ده ما ينفعش يا فيه شوية Layers مش identity وشوية Layers تانية ممكن تكون لها identity ده بس ده ده تفسير والتفسير التاني انه يدي pass للـ Gradient اللي راجع انه يكمل ما يموتش فالـ Gradient ده كله بيرجع لو مات في اي حتة هنا يبقى تقتل الـ Gradient كل اللي تحت ملومش امل انهم الـ Waits اللي تقعدهم تتغير والـ Learning يحصل فدايما الشورت ده ده بيسمح بالـ Gradient انه يعد ويكمل فيبقى فيه فرصة ان يحصل مهما كانت الـ Network طويلة وده الحاجة اللي عملها عمل ريز نيت 50 وبعدين 100 وبعدين 150 عشان يثبت ان الـ Network مهما كانت Deep قادرة ان هي تتعلم من غير ما يحصل انه يحصل الـ Vanishing Gradient الـ Problem اللي شرحناها دي ماشي؟ مهما طيب برضو هنا استخدم بقى الحاجات يعني بس نستخدم الـ Aggressive اللي هي اللي كان عاملها جوجل لو نت مكروح بيستفيد من اللي قابله يعني وبردو استخدم بس مش هي دي القضية يعني ابتدى بقى يعمل هو نفسه وكذا كذا بقى اول حاجة في الاول عشان ينظر نفس الدبس بتاع الـ VGG والجوجل لو نت وعملها بنفس الشكل اللي انت شايفه ده طبعا عدد الفلتر ده كان بيزيز 64 مية تمانية وعشرين متين ستة وخمسين خمسمية واثناشر آآ بعد كده عامل ريز نيت سيرتي فور طبعا انت ممكن تعدي الليئرز بقى من المنظر ده ممكن تعديهم ازاي طبعا سيرتي فور ده من الاول للاخر عدد الليئرز كلهم يعني فبالاضافة لشوية الليئرز اللي في النص دول تزود عليهم الليئر بتاع الستين في الاول والصوفت ماكس اللي في الاخر دي يعني بيكمبير طبعا الأكيروسي الأكيروسي بتقل العدد الليئرز زاد من 18 إلى 34 فالإررر هنا قل من 10 لغاية ايت مش مهم من الفرق قليل بس بيقل الإررر بيقل مش بيزيد طبعا بتسيبك من الفروتينج بوينت بيزيد الطبيعي يزيد علشان عدد الليئرز بيزيد آآ طيب ده البيزيك ده البيزيك بلوك اللي هو الريزيدي والبلوك آآ اللي هو اللي قدامك ده آآ وحسب عدد الفروتينج بوينت ضرب ثلاثة في ثلاثة فعدد الشانلز الانبوت راو بالسي في سي آآ آآ ثلاثة في ثلاثة في سي في سي اهو برضو يدي نفسها عدد الفروتينج بوينت ثلاثة في نواخد الشكل ده يعني طيب هو هيعمل حاجة تانية زي معاملها بلود بص عمل بدلا بيبو اثنين بلوك كده عيبو ثلاثة بلوك واحد في واحد اربعة شانل للشانل واحدة بعدين ثلاثة في ثلاثة الانبوت تشانل سي و سي وبعدين اللي بعديها واحد في واحد عدد التشانل يزيد الضعف ده اسمه البوتل نيك رزيديو البروك يفرق فيه الشمال عن اليمين اولا هيحسب عدد الفلوتينج بوينت اوباريشن فيطلع الفلوتينج بوينت اوباريشن اقل حتى انا اقل لحاجة بسيطة يعني بدل تمنتاشر هيبقى سبعتاشر فعدد الفلوتينج بوينت اقل رغم ان هو زود رغم ان هو زود عدد اللير زي ما انت شايفها كده فميزة البوتل نيك ان هو زود عدد اللير بالترند اللي قدامك ده وما زودش عدد الفلوتينج بوينت اوباريشن طبعا ده هو مش اول واحد يعمل كده الفيشي جي عمل كده لما لما عمل اتنين بلوكس واربعة ثلاثة في ثلاثة وقال لك ده احسب من خمسة في خمسة اكويفلنت البعض بس عدد الفلوتينج بوينت اقل هنا عايز يحسب بقى طبعا هنا بقى اعمالي يقولك ادي ريز نيت ففتي اللي هي تناظر ريز نيت ثيرتي فور بس ثيرتي فور دول بلين ريزيديوال بلوك والفيفتي دي الاكويفلنت بوتل نيك بلوك عايز تحسبها ممكن تحسبها ارقام دي كلها ممكن تتسائل فيها يعني فالايتين بلوك بلوك ده فيه طبعا لاير في الاول سيبك منها دي سابتة وفي الاخر فيه دي سابتة وبعدين عندك اربعة ستيجز بالمنزر ده الاربعة ستيجز دي فيها تلاتة بلوك ودي اربعة بلوك ودي ستة بلوك ودي تلاتة اعرفش اجمع معي بقى كده عشرة ستاشر ستاشر تلاتة واربعة وستة وثلاتة لما حاول الكلام ده لبوتل نيك الفرق مبين ده وده انا حاوله من البيزيك بلوك للبوتل نيك بلوك فاللي هيحصل انه هو هتلاقي عدد الليرز بدل ما هم تلاتة بقى ستة بدل تمانية بقى اتناشر وكده فيطلعه في الاخر خمسين لير تتحسب واحدة واحدة يعني بعد كده بقتده يطلع لغاية مية واحد لير مية اتنين وخمسين لير انما المهم ان تريند ان الارر بيقل حتى لو بيقل حاجة بسيطة بس اخيرا تحققت الحاجة اللي عايزنا اللي هو خليت نيتورك تجوه دي بقوي والارر يقل حتى لو بيقر بحاجة سوف الاخر وصل لخمسة وستة في المية يعني انت هتقل ايه زيادة عن كده ده كده خلاص يعني انت تقريبا بتعصر النتورك على اخيرها يعني وفي السنة دي الهيه 2015 دخل على كل الكمبيتيشن واكتسحها الامج نيت والمايكروسوفت هي كانت مايكروسوفت السيرش اللي اعتقد اللي طلحها فدي الامج نيت في امج نيت خد المركز الاول ال 152 لير دول الكمبيتيشن التانية بتاعت الديتيكشن يعيز ايديكت اوبجيكت واخد المركز الاول واحسن من المركز التاني 16% دي اناظر برضو يعني الامج نيت مش كلها اللي كنا عمليين الكلم عنه ده كله انما كان فيه بروبلم تانية يعني يديكت اوبجيكت معين جوه الامج الكلاسيفيكتشن بتدي له امج يقولك يا اني خلاص وخلاص فدي ابسط انواع البروبلم الديتيكشن اصعب شوية انك لازم تطلع الباوندينج بوكس بتاع الابجيكت نفسه الكمبيتيشن التانية التالتة بتاعت اللوكاليزيشن كان اخد المركز الاول واحسن من المركز التاني بال 27% كوكو دي بتاعت مايكروسوفت مشهورة برضو الديتيكشن والسيجميتيشن اخد المركز الاول وفرق عن المركز التاني 11-12% فده كتل صح الحقيقة وده خلاص وصلنا احنا ترامل الريز نت دي وصلت ليه احسن حاجة في في الكمبيشن نيوان ناتورك اي حاجة بعد كده تعمل تحاول تقلل شوية في عدد البراميتر انما كده وصلنا لاخر حاجة خالص وهنا بيقولك بقى ان انت ممكن تخلي الترتيب مختلف يعني مثلا على الشمال ده hab zero البعض مش فرقة wanna فرق ايه فده يعني ه مش فرقة البعض. مش فرقة يعني ده من ده. طيب ايه تاني? ده ببقى بيقول ملخص للنتورك كلها. ده ان انت بتعرف تجيب الحاجة الصح اول حاجة خالص. اتلاقي الاركام بس عشان اركام انا وصلت لثمانين في مية في حد هيقولك ازاي? والاررو احنا كنا نتكلم نزل لخمسة في المية وما عرفش ايه? لا الاررو اللي عاملين نتكلم عنه من اول الليكشورد ده الطوب فايف. ان الحاجة الصح الكلاس الصح جيه في اعلى خمسة. الكيرف العشرمان ده بيرسل من الطوب وان ان الحاجة الصح هي جات اول واحد. عشان كنت لايه في الاخر خالص. انسيبشن فيرجن فور. جايبة اه يدوب تمانين في المية. زي الكيرسي قولي ايه الا اوي كده عشان ده الطوب وان اكيرسي. الجراف العليمين ده جميل اوي اللي هو جراف بيجمعنا كل حاجة. الهروزونتال اكسس ده عدد الاوباريشن بالجيجا فلوتنج بوينت اوباريشن. والاكسس الرأسي ده الطوب وان اكيرسي. فطبعا كل ما نتحرك ناحية الشمال كل ما يكون احسن. اوباريشن بتقل. وكل ما نطلع لفوق يكون افضل لان الاكيرسي بتزيد. ادي كل نتورك من اللي قدامك. السايز بتاع السيركل بيقول عدد البرامترز. يبقى احسن حاجة هي الموديل اللي موجود اكسس شمال. واعلى حاجة. واصغر سيركل. يبقى بيجمع الثالث حاجات مع بعض. اقل عدد من الاوباريشن. والفروتنج بوينت اوباريشن يعني. واعلى واقل عدد من البرامترز. فتلاقي طبعا مثلا الاليكس جاية في الحتة دي. اكيرسي قليلة بس البرامترز قليلة. الفي جي جي. العدد الاوباريشن عالية والاكيرسي اعلى بس عدد البرامترز كبيرة. الحاجة بقى اللي موجودة هنا هي احسن حاجة اللي هي انسيرشن فيجن سري. اللي هي بيزع على جوجل نت. او ريزي نت فيفتي. هتلاقي اقل عدد من الاوباريشنز واعلى اكيرسي موجودة. وعدد البرامترز مش كبير. او بيكمبير ما بين الحاجات المختلفة زي ما قلنا يعني. فهي الحاجات بتاعة الانسيبشن بقى الجديدة. الفيجنز الجديدة سري وفور وريز نت هي احسن حاجة. دي احسن حاجة وصلت وقتها. خلاص من ساعتها. وكل الكونتروبيوشنز موجودة في الشركات. الحاجات دي بتاع مايكو صفت. ما بقيتش في الجامعات. الجامعات ما تقدرش تجيب عندها. حتى اللي عندهم ما يقدرش يجيب البروسيسنج باور عالي. جدا زي اللي موجود في الشركات. ففيسبوك وامازون والعالم دي. العالم دي عندها بروسيسنج باور انليميكي دي. يعني جوجل عندها برضو تينسل بروسيسر. يعني اعلى من الجي بيو. اللي هي تي بيو تينسل بروسيسنج يونت. ودي اعلى بكتير جدا. فانا فاكرة كان فيه حد في 2019-2020 بيقول انا. حد في الجامع يعني بيقول انا لو هعمل ترينيج لتشات جي بي تي كلمتابة جانتو. هكرة اجر جي بيوز بما يناظر ربعمائة الف دولار. وده الرقم احنا ما نقدرش نعمل. عشان كده من ساعتها. وتلاقي كل الحاجات السيريس قوي. اولا هما سحب بكل البيجي ستارز نيمز يعني اللي في الماركت بتاع او في الفيلد بتاع الماشين لرنج والديب لرنج. يخدوهم عندهم في الشركات. بالاضافة للبروسيسنج باور الانليميتد. فهما دول اللي بيقدروا يطلعوا البرودكت بقى اللي انت شايفها. التكنولوجيا نفسها مش مش ريستريكتت. يعني هو يستخدم مثلا جي بي تي بيستخدم الترانسفورمر فالترانسفورمر معروف. انما مين بقى اللي عنده الحجم الكبير من الداتا والحجم الكبير من البروسيسنج بار عشان يقدر يعمل فاين تيونيج كتير جدا ويشتغل بسرعة عالية ويقدر يعمل ترينيج كتيرها ويطلع برودكت زي اللي انت شايفها طبعا كان ده مش موجود غير في الشركات يعني. خلاص بقى بعد كده خلاص الناس ايه نازمة تقول شبعت فابتدت بقى تدرب حاجاتها. تدرب مثلا موديل انسامبل ما احنا عارفين الموديل انسامبل يعني انت عندك اكتر من موديل. حتى لو كانوا موديل يعني نيور نيوتورك مسلا ورندن فورست مسلا يعني. فيساعدوا بعض فيعلوا الاكيروسي شوية يعني. آآ فهو هو لما عمل فيوجن. ما الانسامبل ده يعني فيوجن بيفيوز الديتا الريزلت اللي طلعه من اكتر من كلاسيفاير فيقدر يحسن سنة يعني. ده ده اقصى حاجة عمل. بعد كده خلاص الناس عايزة تتقلل على الشمال ده اللي شرحناه. ودي عدد الفروتينج بوينت اوباريشن. وده التوتال بتاعها. فعايز يعمل حاجة تانية. عايز يعمل اكتر من بعض. فرضو الفكرة مش جديدة. لو تتكري الانسيبشن موديل بتاع جوجل كان آآ كان آآ كان عمل فكرة البرة للباسس دي. ايو بس انت لما تعمل البرة للباسس طبعا لو مسميها ريز نيكست حاطة الان دي. برضو ممكن تتسير في الحاجات دي. كل النتورك اللي جاء زكريها في الليكشور دي. تقدر تتسير فيها فاسلة نظري. فالريز نيكست دي. مش ريز نيت. عملت البرة للباسس. طبعا انت لما تعمل البرة للباسس. احنا عارفين فايدتها هي. فايدتها انها بتطلع او جي برة للباسس. الجي ده عدد البرة للباسس. فممكن كل باسس يطلع كويس قوي. طبعا انت بتعلل الكمبيتشن. فهو عايز يعمل بقى شغل هنا انه mec magnification يختار الجي دي بعناية مع عدد للتشنل. اصحي حد هيقول لك الباسس اللي على الشمال هو العليمين. التلاتة 블�وكس وما تلاتة بلوكس. قالوا لك. خلي بالك. عدد للتشنل هنا كان مختلف. اربعة سي كابيتل لسي كابيتل. سي كابيتل لسي كابيتل. سي كابيتل لاربعة سي كابيتل. ان ما العليمين ده? اربعة سي كابيتل لسي سمول. سي سمول ده رقم تاني. يبقى اللي هنا. هيبقى رقم الجي ده. مع السي سمول دي. سي سمول لسي سمول ومن سي سمول لأربعة سي كابيتل زبط أنت السي سمول مع الجي كابيتل دي بحيث تبقى عدد الأوباريشنز على قلق قريبة من دي حتى لو زادت ما زادتش قوي هيعمل هيحسب العدد الفلوتينج بوينت أوباريشن لكل باص من دول اهو كتب لك جنبه ومو اضرب أربعة في اتش في دابليو بس المرة دي سي كابيتل في سي سمول يسعى في اتش في دابليو سي سمول سكوير ودي كده برضو نفس الكلام كده التوتال فلوتينج باص هو الرقم اللي عندك ده الرقم اللي عندك ده للباص الواحد فشوف بقى لو انت مثلا عندك السي كابيتل بسي سي فور والجي باربعة والسي سمول بتوينتي فور والسي كابيتل بسي سي فور في الآخر هيطلع ان التوتال البروسيسنج باور اللي عليمين دول هما نفسهم اللي على الشمال لما تأدجست عدد السي سمول الحاجة الفارييشن زي هنا هي السي سمول والجي بحيث يخلي البروسيسنج بتاع الريزيدوال بلوك اللي على الشمال ويطلع نفس عدد التوتال فلوتينج بوينت أوبريشن للبرل الباصز اللي عليمين طبعا لازم في الآخر برضو يعمل سيموليشن عشان يقول ان الجزء اللي على البلوكس الجي اللي هو الجي بارل الباصز اللي عليمين دي حسنت السيستم شوية otherwise يبقى هلاش لازمة فهنا مثلا عامل ريزنيت اللي على الشمال ده ده ريزنيت وي اللي علي آه ريزنيت وريزنيكست ايه ادي ريزنيت 50 مثبتها برضو عندي 50 level ودي الطوب 1 error حتى واخد الطوب 1 error عشان يبقى الطوب 1 error كبير شوية يبقى فيه مساحة لان هو يحسن لان هي لو خد الطوب 5 هيبقى الرقم أصلا صغير فالرقم نزل حتى يقولك ده ما نزلش كتير بس نزل فيه trend اللي هو نزل يعني والعلمين ده عامل نفس الكلام بس الريزنيت الكبيرة اللي هي 101 فدي الاصلية اللي هي 22 لما عامل الريز next برضو error قال لي شوية هتقول لي شوية دول صغيرين جدا وما يستهلوش يقولك ما هو ده الريسيرش اللي في الجامعات يقعد يموت نفسه عشان ينزل point one ولا one في المية ولا ما عامل شي هذا طبيعة الكلام ده انما في الآخر اهو improve performance اللي هو improve الصغنون اللي أنا همعلم عليه بالسعم ده مع استخدام نفس competition من غير ما يزود ولا بلاش كده نسأل سؤال تاني عندك سؤال يا مايا اهو اهو ايه تمام بس اهو مش فهم احنا هنسأل ده في المتحان ازاي ايش معلومات كتير ايش انتو هتتهروا اسئلة في الليكشور ما انا قلتلكم انا كل شو هسأل في المفاهيم هسأل في حساب الارقام دي هسأل في في الليكشور بتاع كل موديل من دول هو الحقيقة الحقيقة دي دي تعتبر الليكشور دي والليكشور اللي فاتت هي الاساس بتاع على اسر قال ما هو اربعة كاتيجوري كبار كاتيجوري و و فأنتو الليكشور دي والليكشور اللي فاتت عدته على بتاعة اللي هي اول كاتيجوري الوقت ما وصلته هي خلاص هي بقت كده وصلت يعني فهتتسيله في الحاجات كتيرة زي ما انا عدت اولها والمحاضرة ريكوردت فتقدروا تعيدوها وتعودوا كل شوية اسألكوا في كل حاجة اسألكوا في الارقام يعني ممكن تديك نيتورك وعادة اقول لك قولي الامبوت والاوبت هديك الاركيتكشور بتاعها اسألك في كل نيتورك من الاربعة اللي قلناهم الالكس نيت في جي جي جوجل جوجل لو نت والريز نت ايه الفيتشورز دي الاساسي ممكن اسألك في فيتشور واحدة منهم قولي قولي الـ كان ايه فايداتها ويرت الناس جاوب باختصار وتقعدش تحكي وتعيد وتزيد وتعمل الريز نيكست دي ايه كانت من زيتها حاجات زي كده يعني بيبقى كل واحد عارف زي اتحلت في الريز نت مثلا يعني هتقولي بالشورت كات اللي اتعامل بس لازم تشرح اتعامل زي الليكشور كلها مفاهيم على فكرة ما فيش فيها حاجة بروف رياضي او حاجة يعني كمان كده كمان خلاص كفاية ان انتم بتحنكوا اول مادة خالص كمان اسبوع فا ما فيش في وقت نقول اي حاجة تانية خلاص كفاية كده وربنا معكم بقى في الامتحان ان شاء الله